اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيك شباب واهلا بكم في حلقة جديدة من خبرات اولاين شفنا كلنا في الاسبوع اللي فات اللي حصل من تطبيق الواتساب والسياسة الخصوصية الجديدة بتاعته واللي عملت ضجة كبيرة وهروب المستخدمين من منصة الواتساب شفنا تطبيق زي التليجرام اللي عد خمسمائة مليون مستخدم خمسة وعشرين مليون مستخدم جداد دخلوا التليجرام في اول اتنين وسبعين ساعة بعد قرار الواتساب كمان تطبيق زي تطبيق سيجنال اللي مستحملش عزل المستخدمين اللي هربوا من تطبيق الواتساب وهربوا على تطبيق سيجنال وادى ده في النهاية لتوقف السرفرات الخاصة بتطبيق سيجنال وده خلهم مبارح ينشروا تويتر ان هما رجعوا لعامل تاني بعد موسعوا استرفرات بتاعتهم او زودوا حجم استرفرات بتاعتهم. نرجع بقى لتطبيق الواتساب والقرار اللي اخدوا ان هما مبارح نشروا برضو تويتر على الحساب الرسمي بتاعهم على تويتر بيقولوا ان احنا ادراقنا حجم الارتباك اللي حصل وقررنا بناء عليه ان احنا ناجل الموضوع لحد خمستاشر معيو. يعني اجلوا اه بعد ما كانت الموافقة دلوقتي اما توافق اه او متوافقش لحد تمانية فبراير اجلوا الكلام لحد اه شهر مايو. وده خلينا بقى نروح على سؤال تاني. انا دلوقتي ضغطت موافق على سياسة الخصية الجديدة بتاعت الواتساب. وواحد تاني موافقش. يعني في واحد توافق واحد موافقش. ايه اللي هيحصل لده ويحصل لده? ولا حاجة. لا ده يحصل له حاجة ولا ده يحصل له حاجة. كل الحكاية دلوقتي ان القرار يتأجل. يعني انت تستخدم التطبيق عادي اه زي ما كنت بتستخدمه. لحد معاك لحد شهر مايو لحد ما يقرروا هيعملوا ايه? طيب بعد شهر مايو اه وكراروا فعلا ان هما يشاركوا البيانات مع الفيسبوك. يبقى عندك التطبيقات البديلة. وعلى حسب الصورة اللي قدامك دلوقتي فيه عندك اه اكتر من تطبيق حاجة زي السيجنال وحاجة زي التليجرام. اه السيجنال بيقول ان هو بيحتفظ بالبيانات يعني بيحتفظ بس بالرقم الهاتف. اه تطبيق زي التليجرام بيقول اه اليوزر ايديو. وكمان جهات الاتصال. اما بقى الواتساب زي ما انت شايف كده فبيحتفظ بحاجات كتيرة جدا. ونيجي بقى ليه المصيبة كبيرة وهي الفيسبوك اللي حياتنا كلها عليه. فيعني دي البيانات اللي بيحتفظ بيها كل تطبيق بالبيانات بتاعتنا. كل البيانات عامة يعني اي تطبيق بيحتفظ بالبيانات هي الفكرة بس ان انت متجرش بالبيانات بتاعتي. واللي معندوش فكرة عن الموضوع يا جماعة هو تطبيق الواتساب كان هيشارك البيانات بتاعتنا مع الفيسبوك الشركة المالكة ليه هي الفيسبوك كان هيشارك معها البيانات. البيانات مش الرسائل علشان بس في غلط او في لابس في الموضوع وهي البيانات مش الرسائل. الرسائل ما انفعش يشاركها لان هي اصلا كده كده مشفرة. وانت لو دخلت الوقت على الحالة الخاصة بيك هتلاقي ان الواتساب كمان نشر حالات آآ بيقولين فيها ان هو ما يدرش يوصل الرسال بتاعتنا وان الرسال دي اصلا مشفرة وهي فعلا بتاقي مشفرة. كل اللي بيتشارك حاليا هو البيانات. البيانات تختلف عن الرسال. بس ده كان اللابس اللي حصل وللأسف للأسف كده رسالة رخمة جدا. جات للفترة اللي فاتت وكتير جدا لدرجة ان انا كرهت الواسطة بسبب الرسالة دي. وهي الرسالة اللي بيقول لك مررها لتمنتاشر شخص تانيين. يعني رسالة ناس كنت بتكلم معها وشرحت لها الموضوع ووليتهم برضو بيعطولي الرسالة. مفيش حاجة من ديها تحصل يا جماعة. كل حكاية ان هما كان عايزين يشاركوا البيانات. لو وفقت على كده ماشي موافقت موافقتش هيقفل الحساب. بس ده يكون كل اللي هيحصل يعني. في النهاية زي ما قلت لكم انه كده كده البيانات دي بتبقى البيانات الشخصية بتاعتك مش آآ الرسال. بس كده ده كان خبرنا نهاردة حبيت انقل لكم اللي حصل وآخر تطورات اللي حصلت بيه تطبيق الواتساب. مش عارفين مال حد الوقتي فعلا الواتساب جاب وراء كده وتراجع عن القرار ده. ولكن انا اشك في الموضوع ده لان هو في النهاية بيدور على الربح. وطالما هو معلوش اعلانات فاكيد برضو بطريقة ما هيوصل للموضوع ده. وهيحاول برضو الشركة المالكة بتاعته تربح من وراء تطبيق الواتساب. وده اللي ان شاء الله هنشوف في الايام اللي وطبعا انا وانتم منتظرين. وطبعا بقى اشكركم بالمتابعة لحالتنا النهاردة. واشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.